ذا للمزيد من التفاصيل عن المساعدات الأردنية ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان مرسلنا حازم الخطايبة أهلا وسهلا بك حازم وبداية لو تضعنا في تفاصيل انطلاق أولى طائرات الإغاثة باتجاه سوريا وتركيا نعم يسرى الأردن منذ ساعات صباح يوم وقوع هذا الزلزال تواصل العهل الأردني مع الرئيسين السوري والرئيس التركي أكد على تضامن الشعب الأردني والحكومة الأردنية والأردن الرسمي مع الشعب السوري والشعب التركي مباشرة أكد الأردن وأكدت الحكومة الأردنية على تسخير كافة الإمكانيات اللوجستية فتح المعابر البرية والجوية للتعاون مع كافة المبادرات الدولية والأممية وذلك للتخفيف من حدة الأضرار الناتجة عن هذا الزلزال على الإنسان هناك في الشمال السوري هناك في تركيا الإغاثة الأردنية هنا انقسمت جزئين جزء رسمي تمثل في سلاح الجو وطائرات التي انطلقت باتجاه تركيا أو باتجاه سوريا لإغاثة المنكوبين جراء هذا الزلزال وجزء شعبي تمثل بفتح باب التبرعات تعبر الهيئة الخيرية الهاشمية المواطنين الأردنيين تداعوا لتقديم الدعم بالعيني الدعم النقدي لتوفير كافة إمكانيات الإغاثة سواء كانت طبية سواء كانت مواد غذائية يعني هناك تكاتف شعبي ورسمي في هذا الإطار أيضا الأردن أكد وبحكم الموقع الجغرافي بأن الأردن هو الدولة الأقرب إلى حد ما إلى سوريا خصوصا إلى الجنوب السوري فتح كافة المعابر البرية وفتح كافة المطارات الجوية سواء كانت عسكرية أو مدنية لاستقبال الطائرات التي تأتي من الدول التي تقدم الإغاثة العاجلة للشعبين السوري والشعب التركي الأردن الرسمي والأردن الشعبي يؤكدون بأن الوقوف إلى جانب الشعب التركي والشعب السوري ضرورة لا بد منها وهذه دائما القيم التي تنسجم معروحة الإنسانية نعم شكرا لك على هذه التفاصيل وبالتأكيد الأردن يشكر على هذه الجهود من عمان مباشرة مراسلنا حازم الخطايبة شكرا جزيلا لك